السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو جديد ووصفة جديدة نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطاير كده من عجلة البف باستري هنعملها محشية بالمكسرات حلوة جدا هتعجبكم ان شاء الله وهعمل كمان شوية قطايف كنت مفرزاها في الفيليزر محشية كنت عملتها معاكم قبل كده ان شاء الله هتعجبكم برضو الطبق حلو طبعا الطبق ده ماخدش عشر دقيق في التجهيز بس ما تنسوش بقى قبل ما نبدأ الفيديو تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا واتفعلوا زر الجرس ويلا بينا نشوفوا الطريقة والمكونات بسم الله دلوقتي طبعا اول حاجة طلعت البف باستري بتاعي من الفيليزر علشان يبدأ يفك شوية علشان بيبقى مجمد جمد فبدأ يهدى كده بالشكل ده يعني اطلعه قبلها بعشر دقيق بس بالشكل ده طبعا باستخدم نوع السنبولة هبدأ بقى دلوقتي احشيها بالمكسرات اي مكسرات بقى موجودة عندك انا عندي دلوقتي زبيب والجوز الهند وسوداني زي مكون بعمل قطايف كده هاخد معلقة كده احطها في شريحة البف باستري معلقة من المكسرات وبعدين بقفلها كده على شكل مسلس بالشكل ده بقفلها على بعضها وبعدين بالشوكة بقى ببدأ بالشوكة بقى كده اقفل الاطراف علشان ما تفكش ولا حاجة ولا تنزل الحشوة طبعا الحشوات اختيارية بقى بس النهاردة انا ان شاء الله احشيها بالمكسرات بس لان كنت عملتها قبل كده بالجبنة وجربت معها كم واحدة كده بالمكسرات عجبتني جدا جدا فقلت لازم اقول لكم على الوصفة دي يعني بالشكل ده هعمل بقى كمان واحدة معاكم برضو كده وهعمل شكل تاني بس الصراحة وفي اشكال كتير منه بس انا يعني حبيت الشكل المسلس وطبعا هو ساهل جدا مش محتاج يعني مجهود ولا حاجة فيعني في عشر دقايق زي ما قلتلكم بنعمل حاجة حلوة من غير مجهود ولا اي حاجة دلوقتي كده هعمل شكل تاني فردت كده شريحة البث بصري وقطعتها كده من الجناب زي ما انتم شايفين كده وبعدين بقفلها برضو عادي بالشوكة بالشكل ده هعمل برضو كمان واحدة كده صراحة انا حبيت الاكتر اللي هو الشكل المسلس جميل جدا الاشكال بقى المختلفة دي بتبقى المعجنات لو هنعمل مثلا هنحشي حشوات مختلفة زي الجبنة زي اللحمة مفرومة كده فبنعمل الاشكال بقى براحتنا بس الاشكال بقى المسلس ده علشان الحشوة مثلا مكسرته كده ما توقعش او كده فاللي بيريحنا بقى بنعمله الشكل اللي بيريحنا نشتغل بيه رستهم كده هنا بقى في صانية وبعدين بدهن الوش كده بسمنة بسيطة خالص او ممكن كمان ما ندهنش سمنة او كمان الصانية مش مدهونة اي حاجة لو حابين ندهنها عادي ومش حابين هي مش بتلزق او لأي حاجة هدخلها بقى الفرن على درجة حرة 200 كده بعد ما طلعت البيف بصري بتاعتي من الفرن وخالت اللون دهبي وجميل كده بالشكل ده من فوقه من تحت طبعا وهي سخنة لسه جدا رشيت عليها عسل بارد شربات تقيل بارد كان موجود عندي بالشكل ده طبعا ما بتاخدش كتير يعني الميزة فيها ان هي بتبقى خفيفة جدا لان ما بنكتر لها الشربات يعني رشة بسيطة خالص وبتبقى حلوة جدا بالشكل ده زي انت بقى الوش كده بشوية فزده براحتنا بقى اللي ريحنا اختياري طبعا التزيين بالشكل ده تماننا ان هي تعجبكم ده الشكل اللي قلتلكم عليه طالح حلو جدا ما شاء الله هنا بقى كان عندي قطايف كنت عملتها معكم قبل كده عجيمة القطايف وكنت حشيتها وانشلتها في الفليزر فطلعت كده كم واحدة برضو حمرتهم معاهم ونزلتهم في الشربات وبقى طبق كده حلويات جاهز في عشر دقايق ما خدش اي وقت ما شاء الله حلوي جدا شايفين الجمال اتمنى بقى الفيديو يعجبكم متنسوش اللايك بقى للفيديو علشان يترفع ولو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الاشعارات واتابعوا كل الفيديوهات على القناة شوفكم بقى ان شاء الله في الفيديو جديد اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا